النهاردة باين محمدي مدافع النادي الإسماعيلي كتب على صفحته بموقع فيسبوك في الساعات اللي فاتت يعني كلام مهم جدا تعالوا نشوف رغبات الأولى دائما هي الاستمرار في نادينا الحبيب الإسماعيلي بالرغم من الأروض التي تأتيني وقال كمان قام النادي الإسماعيلي بتقدير مدان بشكل مردي في عقدي الحالي ولكن ظروف النادي المالية تحول دون التزامه بسداد المستحقات في مواعدها قال كمان مستحقاتي المتبقية لدى النادي من الموسم الماضي 2.800.000 جنيه وقال كمان طريت لبيع سيارتي لإكمال مصاريف زواجي بالرغم مما سبق لم أطلب من أي مسؤول في النادي الرحيل وأؤكد رغبته في الاستمرار مع النادي ويشهد على ذلك المهندس خالد زين والأستاذ وليد شعيب والكابتن حسني عبد الربو وأخيرا قال للسؤال المهم هل الضائقة المالية للنادي الإسماعيلي هي التي ستضطر لبيع لعبيه الإجابة عند مجلس الإدارة سؤال سؤال زكي سؤال زكي من بقية المحمد السؤال زكي وفيه ايه فيه دهاء فيه دهاء خد بالك أقول لك حاجة من الكواليس الإسماعيلي ضم عدد كبير من اللاعبين المميزين المهمين بس المعلوماتك حتى هذه اللحظة أغلبيتهم ما خدوش من مقدمات العقود بتاعتهم واحد اثنين معظم اللاعبين دول جوم بعقود كبيرة جدا هتقدر تسدد على مدار الموسم ولا لأ تلات هل زي ما بقى قال هتضطر تبيع نجوم من الفريق عشان تسد الضائقة المالية دي خد بالك السؤال يسألوا بقية المحمد دوت من الآخر كده يقصد بيه هو أنت رايح تشتري لعبين جدد وما سددت ليش مستحقات أنا واللعبين الآخرين بس هو ما لقاش بالصيغة دي أنا بترجمها لك يعني بصراحة آه آه لو أنت رايح تشتري لعبين جدد برافو عليك إدارة كفء وهيلة واشتروا لعبين مهمين بصراحة بس لازم تسد الأول المشاكل اللي عندك المستحقات المتأخرة لللعبين وما ينفعش أنا أبقى لاعب بلعب معك في الفريق وعندي مستحقات أو لها مستحقات ملايين كبيرة واشوفك بتشتري لعبا ملايين هسأل وقوليش معنى يعني لو استحملت قبل كده عشان خاطر حبي للنادي بعد كده مش هستحمل عشان شايفك قولي دي بتدفع فدي نقطة مهمة جدا وبصراحة أكتر بقى ودي نقطة يعني اتكلمت فيها كتير وهفضل أتكلم فيها يا جماعة مش عيب أبدا مش عيب أبدا وانت بتشتري عدد كبير من اللاعبين عشان تجدد الفريق تبيع واحد من نجوم الفريق تبيع واحد من نجوم الفريق برقم كبير جدا عشان تسد التزاماتك المالية الباقية مش عيب ولازم تبقى صريح وواضح قدام جماهيرك وتفاهمهم من الوضع تقول لهم والله أنا عندي باقي المحمدي من الركائز الأساسية في الفريق وانا عارف انها لو باعتها هتزعله جدا بس أنا لو باعتش باقي المحمدي في أربع خمس مراكز أخرى مش هارفة سدها بلعبين جدد واضحة وصريحة وسهلة بس المشكلة في إيه أنا بتكلم مش بس عن الإسماعيلي أنا بتكلم على معظم إدارات الأندية الجماهيرية تحديدا تيه تقول لك إيه أنا لن أستغنى عن أي نجم من نجوم الفريق هما الرقائز الأساسية الفريق رابو معايك بقى اللي يخليك ما تستغناش لا معايش طب انت بتقول كده على أساس إيه عشان الجميل ما تزعلش طب ما الجميل هتزعل لما أنت هتخسر لما اللعبة دي تبقى متضايقة ويا في أرض الملعب ويمتخدش مستحقتها ما فيه كارثة أكبر فيه أزمة أكثر فتبقى واضحة دي الأندية أو دي الإدارات اللي تشتغل بمشاريع وحاجات واضحة أنا والله هبيع واحد واشتري خمسة الخمسة دوره ممكن يبقى برومسي ممكن يبقى أحسن من الواحد اللي ماشي بس الواحد دوت هيسدلي الضائقة المالية وهيخينها سدد لباقي اللعبين اللي مش هينزلوا الملعب وهم متضايقين تفاصيل سهلة واضحة بس الفكرة أنك توقع تشتري ومش عايز تبيع وانت أصلا ما عاكش فلوس ننفعش ننفعش طيب